اللجنة الوطنية اليمنية المكلفة بالتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قالت إنها تحققت من وجود أكثر من 3600 حالة اعتقال تعسفي وتعديب وإخفاء قصري ارتكبتها كافة أطراف نزاع المسلح في اليمن إلى جانب استخدامها مراكز احتجاز واعتقال غير قانونية بلغت خمسمائة وتسعة وثمانين تقول اللجنة اليمنية إن جماعة الحوثي وحليفها السابق صالح يتحملان مسؤولية استخدام خمسمائة وستة مراكز اعتقال غير قانوني وأن الحكومة الشرعية والوحدات الأمنية والعسكرية التابعة لها استخدمت ثمانين مركز اعتقال منها وأن ثلاثة مراكز اعتقال غير قانوني تتبع لقوات التحالف السعودي الإماراتي ورصدت اللجنة في تقريرها عدد الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون فبلغت أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وستين حالة أصفرت عن مقتل ثلاثمائة واثنين وتسعين شخصا وتوزعت المسؤولية بين أطراف النزاع المسلح تقول اللجنة اليمنية كالتالي طيران التحالف العربي والقوات التابعة للحكومة اليمنية مسؤولون عن مقتل مائة وسبعة وتسعين مدنيا جماعة الحوثي مسؤولة عن مقتل مائة وخمسة وتسعين مدنيا أما مجموع عدد الحالات التي أوصت اللجنة اليمنية بالتحقيق فيها فبلغت مائة واثنتين وخمسين حملت المسؤولية عنها على جماعة الحوثي وتتمثل في تجنيد أطفال وزراعة ألغام أفراد وألغام مركبات وقد أصفرت تلك الألغام عن مقتل واحد وستين مدنيا ترجمة نانسي قنقر